النهاردة رئيس السيسي استقبل مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولي التابعة لمجموعة البنك الدولي وده كان بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اللقاء كان في حديث طويل عن العلاقات المختلفة بين مصر والمؤسسة دورها في دعم أولويات التنمية في مصر ومن المقرر أنه يتم توقيع اتفاقية بشأن قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوثيقة ملكية سياسة الدولة رئيس السيسي أثناء اللقاء أكد على أهمية الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولي خصوصا في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحولية والرعاية الصحية كمان رئيس مؤسسة التمويل أعلن عن تطلع المؤسسة لتوقيع اتفاقية دعم برنامج الطروحات المصري وتقديم المشورة حول تنفيذ وثيقة سياسة تملكية الدولة وفقا لأولويات واحتياجات الحكومة وأكد على استمرار المؤسسة في دورها لدعم التنمية الشاملة في مصر الرئيس السيسي كمان النهاردة استقبل مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مع وفد مرافق له بحضور اللواء عباس كامل لرئيس المخابرات العامة اللقاء كان في حديث حول تطورات الأوضاع في السودان خصوصا فيما يتعلق بمصار الأزمة الرهنة ومختلف الجهود اللي بتسعى لتسويت الأزمة بما يحافظ على وحدة وتماسك السودان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني شكر مصر على استقبال الشعب السوداني وعبر عن انتنانه للمساعدات الكبيرة اللي قدمتها مصر لسودان عشان تساعدها في الحفاظ على استقرارها ومرورها من هذه المرحلة والأزمة الصعبة أكد الرئيس كمان خلال اللقاء أن مصر كانت وستظل دائما سند وعاون للسودان الشقيق خصوصا خلال هذه الظروف الدقيقة والصعبة اللي بتمر بيها وأكد أيضا على قيام مصر ببذل أقصى الجهد لتحقيق التهداءة وحقن الدماء ودفع مصار الحال السلم طيب خلينا نروح وواصل ونرجع نستكمل مصر جديد موسيقى